آه يعني كان في عبء نفسي يعني كنت جاهز نفسي أنا رايح بكرة الحوالي المدني وخاصة في وقت الزروة اللي هو وقت المناسبات التأديم لكلية الشرطة لما وزارة التموين بتعلن عن إضافة موليد مع مدخول للمدارس كان فيه تكدسات وكانت تمتد طوابير لعشرات الأمطار خارج للسجل المدني نهيه كمان عن الفترة الزمني لما كنا نحن نطلع بطاقة كنا نقعد 15 يوم تتوقف حياتنا ولا نعرف نتعامل مع بنوك ولا نتعامل مع مدارس ولا جامعات ولا 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 فكان لازم يكون فيه تدخل سريع وعاجل عرف حضرتك أن الدنيا بتتطور حوالينا فكانت وزارة الداخلية لابد أن تساير هذا التطور وكان لابد أن تطوع تكنولوجيا الحديثة وما وصلنا إليه من تقدم علمي لصالح العمل الأمني أو لصالح الخدمات الشرطية زي ما قلت حضرتك وزارة الداخلية إذا كانت بتقدم رسالة أمنية هامة ومكافحة الجريمة بشقايها الجنائي والسياسي فبالتوازي معاه بتقدم ما يعرف بالأمن الإنساني المتمثل في الخدمات الشرطية الخدمية لحضرتك لسه نوهت عنه لأتي على رصاء الأحوال المدنية لأننا وحضرتك والأستاذ وكلنا بنتعامل معها بشكل يومي من عضل المستخرجات وما إلى ذلك الفترة اللي فاتت إيه اللي حصل؟ حصل تطور ضخم في منظومة المواقع الشرطية الخدمية بدأ يتم الاحتماد على التحول الرقمي والرقمانة حضرتك منذ أن تطأ قدمك مبنى لحوال المدنية أو السجل لحوال المدنية تحس من الوهلة الأولى أنك أنت في بنك تدخل تاخد رقمك معادش فيه طوابير معادش فيه تشوف حد لا خالف تدخل تاخد رقمك فيه مكان متحضر بتقعد عليه فيه شاشة بتعرض الأرقام حضرتك بتتوجه إلى المكتب أو إلى الشباك حضرتك كنت قديماً بتلف على 10-15 شباك وكل شباك فيهم طوابير حارف فيلم بتاع حلم الشهير لما قالك لدى الطابور بتاعلى صنصير مش الطابور الموظفين لا دلوقتي أصبحت بتنهي كل أوراقك وكل اللي انت عايز تعمله من نفس الشباك ما يعرف باسم الشباك الواحد تتوجه إلى نفس الشباك بتاخد ورقك من نفس الشباك بتتحرق الأمر أصبح لا يستغرق أكثر من دقائق ده إذا حضرتك حبيت روح الأحوال المدنية إذا حبيت حضرتك تخلص خدماتك الخطوة اللي حصلت بعد ذلك من البيت فاللي بيحصل أتاح لك كذا خيار الخيار الأول وهو الدخول على طريق الإنترنت بسيطة جدا المواطن بيدخل على جوجل كل اللي بنافر تفتح جوجل بيكتب موقع وزارة الداخلية تفتح له الموقع في كذا حاجة خدمية بتدخل على المكان اللي انت عايزه مرور أحوال مدنية اخترت الأحوال المدنية بتظهر لك الأحوال المدنية بيظهر لك كل المصدرات بتاعت الأحوال المدنية اللي حضرتك ممكن تختار منها إذا اخترت عايزة أطلع أطلع شهادة ميلاد تختار شهادة ميلاد بتختار وسيلة الدفع بتحط العنوان بتاعتك بتدفع بالكارت الإلكتروني الفيزا يا إما تدفع عند الوصول لما يجي سلمالك بتدفع فلوس كاش وبيتدي لك كذا اختيار فبتختار بتكتب عنوانك الخدمة بيجي لك لحد البين فإذن يعني ما كنا نطلق عليه في الصحافة الخدمة الديليفوري إذن من المشهد اللي حضرتك قلته من طوابير ومن عبء نفسي ومن يوم أجازة لاستخراج الورق بضغط الزر أنا بضغط على زر الكميوتر عندي أو على الموبايل بتاعي الموضوع وصل لخيارات أخرى إنك أنت تتصل بالخط الساخن هتاحه خط ساخن مش عندك نيت ما تعرفش يستخدم النيت فتتصل بالخط الساخن بتطلب الخدمة نفس القصة وتحدد الوسائل الدافع وتحدد العنوان فيه مندوبين واللبس معين وليه متساكلة وبيتحرك وبيجي لك ويجي لك لحد الأمر تطور أكثر أصبح فيه مكينات في الشوارع عارف مكانة بتاعت الفلوس اللي نحن ندخل أنا أقول عندي فلوس نصرف منها المرتب المعاش فأصرف المرتب في أي مكان أصبحت المكينات دي موجودة في الشوارع أنا إذن أتعامل مع بشر أنا أتعامل مع آلة هذه الآلة بدخل بياناتي والآلة دي بتتعامل معي بتاخده زيدي معي في الكلام حيث أعيز شهادة ميلاد كم نسخة عشر أعيزها باللغة العربية وبلغات أخرى إذن عندنا 17 لغة الأوراق ودي حاجة مهمة جدا لأن في الأول كنا ناخد الأوراق دي وروح مكتب توسيق رسمي وندفع فلوس ونوف طابير وبدل الأوراق من خلصها في يوم من خلصها بعشر تيام دلوقتي بتطلع بلغات وإذن أنا أختار هذه الخدمة وأدوس برينت العمر وصل أكبر من كذا إن هذه المراكز أو النموذج لسجلات المدنية أصبحت لا تقتصر على المبنى بتاع الأحوال المدنية لو في العباسية وفي المحافظات وفي الأقاليم وفي الصعيد وفي الدلتا لا أصبح تطور إلى وجود هذه الخدمات في المراكز التجارية المولات أنا وأخذ أسريتي وابنتفسح ودخلنا سنة واشترينا أكل وجنبي المول المولات والنوادي والنوادي يا فندم فأنا بدخل النادي وأودخل المول بستخرج كل الورق كأني موجود في السجل المدني بالضبط لحد الساعة كامي يا فندم لحد الساعة تسعى بالليل يعني أنا بالليل خلصت شغلي روحت اتغديت طب هل لحد الساعة تسعى بالليل بس لا يا فندم يوم الجمعة كمان أصبحت السجلات المدنية تعمل من الساعة تسعى صباحة لتسعى بالليل يوم الجمعة يعني أنا يوم الجمعة عندي شغال طول الأسبوع فأنا متاح ليا أن أروح يوم الجمعة وخلص كل الأوراق بتاعتي فإذن هذه الخطوات كان الهدف منها هو تخفيف العبء عن المواطنين كان الهدف منها هو سرعة استخراج الأوراق إحنا دلوقتي الأحوال المدنية مثلا بطاقة الرقم القومي أصبع عندنا كذا اختيار في بطاقة الرقم القومي اللي بتيني باستخراك خلال أسبوع البطاقة العادية في البطاقة السريعة اللي هي بتستخرج في ثلاثة أيام في البطاقة الفي اي بي اللي بتستخرج خلال اليوم في البطاقة الفورية البطاقة الفورية أنا دلوقتي البطاقة وعت مني دلوقتي وعاز أخلص فأروح دلوقتي حالا أدم الاستمرار دلوقتي وسلم واستلم في نفس اللحظة يعني في بطاقة الفي اي بي في نفس الوقت بطاقة السريعة في أسبوع ثلاثة أيام في نفس اليوم في نفس اللحظة عندك أربع اختيارات وحضرتك تختار كيفما تشاء كمان كان لما البطاعة حضرتك ضعت منك سواء فقدت أو سورقت أو كن في قصة في الأول العملية الروتينية لو تروح الاسم الشرطة تعمل محضر تعمل محضر دلوقتي بتتوجه للحوال المدنية نفسها وبتعمل مذكرة في الحوال المدنية لا تستغرق أكثر من مصدية نحتاج الروح الاسم الأول أعمل محضر أننا بتعطي ضاعت وبعدين أطلع بالمحضر على السجل المدني. حضرت في الموقف ده بالمناسبة لما تدريك قلت أنا تذكرت أنا فعلا كانت بطاقتي ضاعة وروحت فعلا بمركز الأحوال المدنية ويعني محتاجتش حتى أنا سألت لأنني مكنتش عارفة بالزبط أعمل إيه كنت مستعجلة كمان جدا فقال لي مفيش مش محتاج أن أنا روح اسم وعمل محضر فعلا بدل فائد أو ما إلى ذلك فأصبح فيه كمان مكان اللي مذكرة بتكتب مذكرة وتمضى عليها والموضوع انتهى وتخلص ورحا الهدف كان من القصة دي كلها والإنجاز والسرعة أصبح كمان عندنا وفضي الاسم للحاجات الأهم مش هروح عامل محضر في الاسم يعني إياس عندهم أشغال تاني وإننا سنتين بنعاني من وباء كورونا والزحام وإننا بنخفف الأعداد فده كمان فرصة عظيمة أن نحن نتغلب على الزهم كمان ظهر حاجة اسمها سيارات الأحوال المدني المتنقلة اللي هي أوتوبيسات بتعمل بالطاقة الشمسية أوتوبيسات بشكل متحضر جدا هي بمثابة سجل مدني متحرك في كل حاجة هذا السجل المدني ده بيروح القرى والأرياف والنجوع في الصعيد والدلتة وأي مكان في زحمة بيقف في الشارع وحضرتك تستخرج قدام بيتك تستخرج كل الأوراق بيذهب إلى المشروعات الجديدة إلى العالمين إلى العصمة الإدارية العمال الموجودين هناك لحد المكان بتحهم بيستخدم وزارة الداخلية ذهبت إلى أبعاد إنسانية بمعنى أنا عندي حد والدي أو والدتي أو حد عندي كبير في السن عنده 70-80 سنة ومش قادر يتحرك ففي صعوبة أني نروح لحوال المدينة عشان موضوع التصوية تعرف حضرتك كل سبع سنين لازم نحدث البيانات لأن الملامح الشكل بتتغير عندي واحد تعبان في مستشفى وبطاقة تحته خلصت وعايز يعمل عملية ولازم يعمل عملية فيه إجراءات فيه ورقة لازم يخلص حد عايز يصرف معاش فأنا فأتاحت وزارة الداخلية عن طريق الإعلام والعلاقات إن حد من الدرجة الأولى يروح يقدم طلب حضرتك عندك حد قريبك فبتروح تكتب طلب مكتوب أنا عندي وتكتب حيثيات الطلب مريض كبير في السن وترفق ما يثبت كلامك وسب رقم تليفون إلا بيحصل بقى أنت ما تعملش حاجة تاني هم اللي بيعملوا بقى خلال 48 ساعة بيجي لك تليفون يا فندم في مأمورية هتطلع بعد بكرة من إلى حوالي المدنية نستأذن حضرتك تيجي تتحرك مع المأمورية حضرتك تتوجه مع المأمورية من هناك في عربية مجهزة في جل مدني ومتنقل بيروح لحد بيت حضرتك بيصور الشخص صاحب بطاقة ويا فندم بعد كده بيرجع تاني ويخلص البطاقة ويبعت مندوب يسلمه البطاقة هو في البيت أو في المستشفى أو أو أو